اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معنا الآن من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس فرحات عميد فرحات مساء الخير مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار بحسب المتحدث العسكري باسم الجيش اللبناني الجيش بات يسيطر على تقريبا 80% أو أكثر ربما من المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش هل برأيك العمليات العسكرية تسير بشكل أسرع مما كان متوقعا لها فعلا الجيش اللبناني وخلال أربعة أيام قتال حقق تقدما كبيرا وسيطر على عدد كبير من المواقع لداعش في جرود رأس بعلبك والقاع وكما جاء في بيان المصدر العسكري اللبناني هناك سيطرة على نحو 100 كم مربع وباقي نحو 20 كم في منطقة تسمى وادي المرضبية أعتقد أنها ستكون خاتمة المعارك فيها وأن بعض عناصر داعش يتحصم فيها هناك ستنتهي المعركة إما بالاستسلام وأما بالقتل كونه لا يتوفر طريق نافذ للفرار إلى أي جهة أخرى وداعش محاصر من جميع الجهات حتى الآن ورغم كل هذا التقدم لجيش اللبناني وفي جانب آخر لجيش سوري والحزب الله حتى الآن داعش يقدم أي معلومة حول 9 عسكريين لبنانيين مخطوفين منذ ثلاث سنوات معه ولما تزال المعارك مستمرة وأعتقد أنها سوف تنتهي بوقت قريب في وادي مرتبية على ذكر المخطوفين سأعود بعد قليل لمسألة مشاركة حزب الله والجيش السوري من الجانب الآخر ولكن على ذكر المخطوفين اللبنانيين من الجيش اللبناني كيف برأيك يمكن أن تؤثر هذه العمليات العسكرية على مصير هؤلاء لا شك أن القيادة العسكرية في لبنان تحسب حساب كبير لما يمكن أن يكون عليه مصير هؤلاء بالطبع قيادة الجيش تحسب الكثير والحكومة اللبنانية أيضا والجمهور اللبناني بكامله يترقب مصيرهم لكن أستاذ مهند منذ خطفهم واقتيادهم إلى الجرود عام 2014 مثل هذه الأيام لم ترد أي معلومة ذات مصداقية حول مصيرهم لم يتوفر أي وسيط بين الجيش اللبناني أو بين العكومة اللبنانية والأجزة الأمنية وبين داعش هناك أمر غريب في هذا التنظيم داعش ليس فقط في لبنان بل في سوريا وفي العراق لا يوجد وساطة مع أحد لا يوجد أي تفاهمات معينة مثل باقي التنظيمات لذلك حتى الآن لا يزال مصير العسكريين مجهولا ويمكن مننا أن نتوقع أي شيء في مصيرهم دعني أسألك عميد فرحات عن الفرق بين هذه العمليات وما جرى في جرود أرسال قبل فترة وليست بالبعيدة هذه العمليات اليوم يقوم بها بالدرجة الأولى الجيش اللبناني في معارك جرود أرسال البضع كان مختلفا الجيش اللبناني كان يأخذ المقعد الخلفي إذا جاز التعبير لماذا برأيك هذا التغيير في التكتيك؟ في معركة جرود أرسال حزب الله قام بالمعركة وحيدا لكن الجيش اللبناني سنده بقوة في منع عناصر التنظيم القاعدة في بلاد الشام جبات تحرير الشام من أن يتقدموا بتجاه مخيمات النازحين وهذا كان خطة معلنة لهم أن يتقدموا بتجاه مخيم النازحين ويحولوا المعركة من معركة ضد مواقع لجبات النصرة أو هيئة تحرير الشام إلى زج النازحين ودور الجيش كان حيويا في هذه المسألة في منع التقدم باتجاه الغرب نحو مخيمات النازحين أما بعد تطهير منطقة جرود أرسال من عناصر تنظيم القاعدة جبات النصرة أو هيئة تحرير الشام كما يقولون لها اليوم أصبح المجال مفتوحا للجيش اللبناني نسبة لتمركز قواته في جرود رأس بعلبك والقاع في جرود عرسال كان هناك مراكز مشرفة للجيش على تلال مشرف ولم يكن هناك انتشار عملياتي كما هو الحال حاليا مقابل مواقع داعش كما أن السيطرة على مواقع جبات النصرة وفي جرود عرسال سهلت كثيرا للجيش اللبناني ومن جهة أخرى الجيش السوري في الاطباق على داعش فيما تعلق بما يجري على الجانب الآخر من الحدود عميد فرحات الجيش اللبناني وأيضا المسؤولين اللبنانيين يصرون على أنه لا يوجد تنصيق بين القيادة العسكرية اللبنانية والحكومة السورية أو القيادة العسكرية السورية ولا حزب الله هل يعقل بالفعل أن تجري عمليات من هذا النوع بدون أن يكون هناك تنصيق واضح؟ لا شك على الأقل هناك تنصيق ميداني إذا لم يكن على مستوى أعلى من ذلك يعني سيد مهند من المعروف أن هناك في لبنان توازنات دقيقة حتى داخل الحكومة وداخل القوى السياسية وحتى الآن الموقف من الحكومة السورية لا يزال رسميا النائب النفس رغم أن بعض الذين يشهرون النائب النفس يتوجهون إلى سوريا ويقومون بعض الاتصالات إنما من دون إعلام لكن بالنسبة لما يجري حاليا الحكومة اللبنانية نفت أي تنصيق مع الحكومة السورية والجيش اللبناني نفت أي تنصيق مع الجيش السوري إنما هناك مؤشرات تؤكد أن هناك تنصيقا ما يعني مثلا ساعة الصفر ساعة بدء الهجوم هي نفسها في الاتجاهين لا يؤقل أن تهاجم داعش المتمركز على جانبان الحدود من جهة اللبنانية والجهة السورية ليس لديها خبر بذلك يعرق العملية على لبنان وعلى سوريا كما أن تنصيق النيران يبدو أنه منسقة جيدا وواضحة جدا وهناك توزيع للأهداف مما أدى إلى تقدم كبير للجيش اللبناني والجيش السوري والحزب الله في الجانب الآخر لذلك يبدو أن هناك تنسيقات ميدانية لكن من دون غرفة عمليات مشتركة من دون ظهور إعلامي نعم هذا غير موجود ولا أعتقد أنه سيكون موجودا المهم أي تنسيق ميداني أو عسكري أو تبادل معلومات استخبارية يؤدي إلى قضاء على داعش لا مشكلة في ذلك لأنما بعض القوى السياسية وبعض الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية تتحسس من أي صورة تجمع مسؤول لبناني مع حزب الله أو مع مسؤول سوري في الوقت المتبقي عميد فرحات هناك عدد من التحديات تواجه الجيش اللبناني في هذه العمليات العسكرية مسألة الألغام الأرضية وذهب ضحيتها عدد من أفراد الجيش اللبناني مسألة وجود الكهوف الكثيرة التي يختبئ فيها المسلحون برأيك هل هذه التحديات من شأنها أن تطيل أمد المعركة ربما أكثر مما كان متوقعا لا أعتقد أنها ستطيل أمد المعركة المعركة ستحسب في وادي مطبية لكن كما تفضلت تنظيف المنطقة سواء كانت جرد رسالة التي سيطر عليها حزب الله منذ أكثر من أسبوعين لا يزال هناك ألغام فيها ولا يزال هناك متفجرات وكلنا نعلم أن تنظيم القاعدة وتنظيم داعش كل عنصر من عنصره هو انتحاري وخبير متفجرات والكل يفهم في المتفجرات وفي تركيب الأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة لذلك ليس من المستغرب أبدا أن نجد في كل الكهوف والسخور الألغام ونسفيات والأخطر ما يمكن هي المفخخات أي أنك تمر في تلك الجرود فتجد مثلا سطرة معينة أو بانطلون أو بندقية فتكون متصلة بنصفية كبيرة تؤدي إلى انفجار كبير هذا خطير جدا وقد نبهت قوى الجيش في عرسال من هذا الموضوع ما حصل هو أن سيارة كانت تتوجه لتصديع إحدى الأليات وحصل انفجار لهم ضد الأليات بالأليات العسكرية واستشهد ثلاثة عسكريين شكرا جزيلا لك العميد لياس فرحات الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من بيروت اشتركوا في القناة